بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم خلوني في البداية أرحب بكم جميعا من كل المحافظات من كل حتة في مصر وخليني أقول أن المناسبة مناسبة 51 عام و51 سنة على نصر أكتوبر مناسبة هتفضل دايما خلدة في وجدنا وسمحوا لي أقول لكم أن أنا بشكر كل من ساهم في هذه الاحتفالية بصراحة سواء كان منظمات المجتمع المدني أو اتحاد القبائل أو كل الناس اللي شاركت من المحافظات وأنا بشكركم اللي هم الشباب والشابات وكل ما نحضر معنا النهاردة بالإستاذ النهاردة أشكركم ونوجه التحية لكل شعب مصر ونسبة الاحتفالية دي طبعاً طبعاً لازم تفرح وأنا عايز أقول لكم أن حكاية حكاية أكتوبر حكاية ملهمة ما بتنتهيش والنصر اللي تحقق ده ما كانش نصر بسيط ده كان نصر وراء إرادة شعب كامل إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وتحدى ظروفه وعايز أقول لكم تحدى التحدي نفسه تحدى التحدي نفسه أنا عايز أقول عايز أقول لكم اللي أنتو بتشوفوه دلوقتي دلوقتي ومن غير تفسير كتير وتوضيح كتير كان تقريباً ده الظروف اللي احنا بنعيشها بعد 67 في مصر وكان كل الناس العالم والخبرة والمهتمين بالمواضيع العسكرية والتحديات اللي كانت بتجابيها الدولة المصرية في الوقت ده خاصة على الصعيد العسكري ده كان بيقولوا أن مستحيل مستحيل خط برليف منع قناة السويس التفوق الكبير المقارنة اللي كانت مش في صالحنا كله كان بيقول أنه ما فيش ما فيش فرصة نجاح لكن الشعب المصري زي ما بقولوكوا كده رفض ده وأصر وتحدى نفسه وحقق الانتصار وعشان كده الانتصار ده غالي قوي واللي دفع فيه كتير من دماء شبابنا دماء المصريين وأيضا السلام الدفع فيه كتير قوي على رأسه اللي رئيس الراحل محمد أنور السداد دفع فيه كتير دفع فيه حياته ودمه عشان عشان فكرة كانت سابقة وقتها وعصرها طيب إحنا للوقتي فيه تحديات قدامنا أكيد لكن بنفس الروح ونفس الإرادة والإصرار وزي ما نجحنا رغم ظروفنا الصعبة وقتها لازم تكونوا متأكدين يا مصريين إن إحنا برضو بفضل الله سبحانه وتعالى وبقول بفضل الله سبحانه وتعالى وبالعمل وبالإصرار وبالمتابعة هنعبر كل تحدي قدام مننا ونصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى كل اللي إحنا بنتمنى مع بعضنا مع بعضنا الحكايات التمانية اللي جات النهاردة حكايات لبيوت بسيطة لناس بوساط جدا موجودة الحكايات دي في كل بيت مصري بيسعى من أجل حياة أولاده حياة أسرته في الظروف صعبة لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هنتغلب على الظروفنا دي ونحقق كل اللي إحنا بنتمنى مش حنسة إن أنا عايزة أشوف أنس اللاعب بتاع أسوان ومش حنسة إن أنا أقول إن الحاجة فرحانة لازم نعمل لها حاجة باسمها في سيناء وفي مصر في سيناء وفي مصر الحاجة فرحانة الست العظيمة النموذج للمصرية للبدوية للعربية للسينوية في وقت صعبة جداً جداً كانت بتقدم والنهاردة ربنا يا ربي اديها العمر والصحة بنقول لها متشكرين وأرجو إن إحنا نواجه لها التحية كلنا لو سمحتو في سيناء في سيناء نعمل حي باسم الحاجة فرحانة عشان نفتكر ودايماً نبقى مش حقول فاكرين الجميل في ناس كتير قدمت كتير قوي المصر في كل الأوقات وفي كل الأصور لكن فرصة لنموذج اللي موجود في الحاجة فرحانة ونعمل حاجة أيضاً في القاهرة يعني محور أو حاجة رئيسية كده وارد نقول للمصريين اللي في القاهرة شوفوا أهلنا اللي في سيناء عملوا إيه مش حنسى أنسى مش حنسى أبداً إن أنا أوجه أيضاً التحية لكل اللي ساهمه في الاحتفالية دي من الفنانين وأخص هنا بالذكر الفنان محمد مونير وأرجو إن إحنا أيضاً نشكره على مساهمته وعلى إصراره على اللي يكون متواجد معنا يعني ربنا يدينه الصحة مرة تانية كل سنة وإنتوا طيبين كل الشكر ليكم على الساهم وعمل وجاهد معنا واكتهد في أن يخرج الاحتفالية دي اللي فرحتنا كلنا شكراً جزيلاً سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة